اشتركوا في القناة النفط العرقي ثامر الغطبان تمديد اتفاق خفض انتاج النفط العالمي ما بين ستة وتسعة اشهر ومن جهتي قال وزير الطاقة السعودية خلد الفالح اليوم ان منظمة اوبك وحلفائها بقيادة روسيا سيمددون على الارجح اتفاق خفض انتاج النفط تسعة اشهر اضافية اضاف الفالح ان السوق ليست بحاجة للقيام بتخفيضات اكبر من ذلك مشيرا الى ان توازن السوق سيكون خلال ما بين ستة وتسعة اشهر ويلتقي وزراء نفط اوبك غدا الاثنين في فيينا ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجيها النفط من خارج اوبك يوم الثلاثة يتي هذا بينما اكد وزير الطاقة الجزائري محمد ارقاب ان بلاده تسعى لتحقيق الاستمرارية في توازن سوق النفط في اطار مساعي اوبك وحلفائها المستمرة منذ نحو عام واوضح عرقاب ان اوبك ستبحث في اجتماعها الوزرية المرتقب كيفية تحقيق استقرار السوق بما يتناسب مع المنتج والمستهلك مشيرا الى انه تم الاتفاق في وقت سابق على الاستمرار في تنفيذ اتفاق خفض انتاج الخام حتى نهاية هذا العام من بغداد ينضم الينا المحلل الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني مرحبا بك كمان سيد عبد الرحمن عبر شاشة الغد على ما يبدو اشارات وتطمينات سعودية وروسية وحتى من الجزائر وكذلك في العراق على تمديد اتفاق خفض الانتاج لما بعد نهاية هذا العام ايضا كيف تفاعلت الاسواق مع هذه الانباء هو انا اعتقد انه هذا التمديد هو امر واقع لانه السوق النفطية شهدت استقرار خلال المرحلة الماضية صحيح هي شهدت ارتفاعات وانخفاضات هذه التقلبات لكن انا اعتقد انه السوق تسير او تتجه باتجاه التوازن ولذلك تسعى هذه الدول المنتجة وها بالمناسبة من كبار الدول المنتجة سواء كانت روسيا او السعودية او العراق هم اكبر ثلاثة دول المنتجة ومصدرة للنفط الخام تسعى للحفار على هذه المكاسب لا تريد ان ترتفع الاسعار كبيرة لانه هي قريبة من السعر العادل اللي حدده وزير النفط السعودي الاسبق قبل سنوات اللي هو حدد بين الستين والسبعين دولار ولا تريد ان تنخفض الاسعار بشكل كبير لانه اذا انخفضت الاسعار بشكل كبير ستتضرر دول الاوبك واذا ما ارتفعت الاسعار بشكل اكبر انا اعتقد انه الدول المستهلكة ستعمل على ايجاد البدائل والضغط على دول الاوبك حتى تعيد الكرة من جديد وتنخفض الاسعار بشكل اكبر البعض يرى ان نسبة الخفض سيد عبد الرحمن لم تكن فعالة للغاية او لم تكن كافية كما كان يراد لها الاسواق الان تترقب النقاشات فيما تعلق باجتماع اوبك و اوبك بلاس هل تتوقع انه ربما سيكون هناك خيار تعميق اتفاق خفض الانتاج او زيادة نسبة الخفض في الاتفاق الجديد او خلال النقاشات هذا السيد محمود هذا الكلام هذا الرأي ربما صحيح الى درجة كبيرة خاصة وانه خلال هذه السيطة اشهر الماضية ليس العرض والطلب هو من تحكم بسقف الانتاج بقدر ما هناك عوامل سياسية كبيرة ادت الى استقرار السوق النفطي وهذا ما شدتها الازمة الاخيرة بين الولايات المتحدة الامريكية وبين ايران انا اعتقد انه الدول الاوبك ستسعى للحفاظ على هذا السقف ولا تريد ان تخفض سقف الانتاج اكبر لانه لتزال المبررات قائمة في عدم الحاجة الى تخبيضات اكبر وانا اعتقد انه كل الدول راضية بحصصها الموجودة خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة على ذكر ايران سيد عبد الرحمن خلال الاجتماعات التي تعقد يوم غد وبعد غد هل تتوقع ان تكون هناك صعوبة في المحادثات امكانية الوصول الى قرار عام وموحد لا لا اعتقد لا اعتقد هناك صعوبة لانه معظم الاطراف اللي موجودة سواء من داخل اوبك او خارج اوبك اه متفقة على بقاء سقف الانتاج والامر الاخر انه قرار الحضر ليس ليس بيد الدول المنتجة او او اعضاء اوبك اه في هذه المرحلة هو من قوة عظمى كبيرة منفردة في قرارها وفرضت هذا القرار على كل دول العالم الاخرى اللي هي الولايات المتحدة الامريكية فانا اعتقد ان ايران ستكون طرف حتى وان شاغبت في هذه الاجتماعات فانا اعتقد ان النتائج ستكون محسومة مسبقا شكرا جزيلا شكرا المحلل الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني كنتمان عبر شاشة الغد من بغداد على نتاصين تقليصها عدد القطاعات الخاضة على قيود الاستثمار الاجنبي مع تحرك ذكين للوفاء بتعهدها بفتح صناعات كبرى امام الاستثمار الاجنبي المبشر يأتي تخفيف القيود الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين على استناف محادثات التجارة وتخفيف القيود على شركة هوب افتتح المغرب القسم الثاني من ميناء طنجة الذي يرفع حجم طاقته الاستعابية إلى ثلاثة اضعاف ليصبح بذلك اكبر ميناء في البحر المتوسط وافريقيا من المنتظر ان ترتفع وثيرة دخول المغرب المقيمين بالخارج الى ارض الوطن عبر ميناء طنجة المتوسط للمسافرين مع بداية الشهر المقوم قدرة تنافسية يدخل بها المغرب في القطاع الملاحي ميناء طنجة المتوسط اثنان مكمل للمركب المينائي طنجة المتوسط وبواب عملاقة لانشطة الاستراض والتصدير بإمكانية معالجة حوالي تسعة ملايين حاوية في السنة هذا الميناء يمثل غلاف استثماري تقريبا 25 مليار درهم 12 مليار درهم هو مساهمة من القطاع الخاص يعني هذه استثمارات خاصة الميناء حدد تنافسية مهمة على مستوى بحر الابيض المتوسط واليوم نستطيع أن نعلن أنه رجعنا أول منصة لتشغيل الحاويات في بحر الابيض المتوسط يربط ميناء طنجة المتوسط بين 77 دولة و 186 ميناء عبر العالم وقد قفز من الرتبة الثالثة والثمانين إلى الرتبة السابع عشر حسب تصنيف الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ويصبح ميناء طنجة المتوسط أكبر ميناء في إفريقيا وحوض الابيض المتوسط مركب الطنجة المتوسط جمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص شغل هام يضم المشروع أكثر من 900 شركة في قطاع الصناعة والخدمات واللوجيستيك والتي وفرت أكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة وسيضعنا ميناء طنجة المتوسط 2 في أفضل 20 ميناء عالمياً من حيث حركة مرور الحويات ميناء طنجة المتوسط 2 سيمكن من تسهيل وتيسير حركة عبور المسافرين خصوصاً أن افتتاحه يتزامن مع اقتراب عودة المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج إلى أرض الوطن إكرام الأزرق قناة الغد من ميناء طنجة المتوسط وللمتابعة ينضم لنا من العاصمة المغربية الرباطة المحلل الأقصدي محمد أشفرقي مرحبا بكما سيد محمد عبر شاشرة الغد في البداية توضح لنا أهمية هذه التوسعة في ميناء طنجة وكيف يغير من شكل ونوع الخدمة في الميناء الآن هناك توسعة بشكل يجعل الميناء طنجة المتوسطية يضاعف حجمه ثلاث مرات سينتقل من 3.5 مليون حاوية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية يمنع أن الميناء اليوم الذي يعالج يصدر ويستورد حوالي 33 مليار دولار باستطاعته أن يصل إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط وأيضا الميناء الذي يرتب ويصنف عالميا في المرتبة 45 الأول أفريقيا سيكون من ضمن 20 ميناء في العالم طبعا أهمية هذه الميناء أنه أولا يقع على بوابة أفريقيا وأوروبا ومدخل جبل طارق وهو قريب من المحيط الأطلسي وبالتالي تمر قرب الميناء حوالي 100 ألف باخرة سنويا فبالتالي هو يتحكم في التجارة العالمية يعني طبعا كل أنواع السلع تمر من هذا المضيق وبالتالي الميناء يستغل وضعه الجغرافي ليكون أحد الموانئ الرئيسية ليس فقط في المنطقة العربية والإفريقية والأوروبية ولكن أيضا بالعالم أبرز القطاعات المستفيدة محليا من عمليات توسعة الميناء سيد محمد دولاتي بدورها ستشهد نمو ورواج مع توسيع الميناء طبعا الميناء يمكن تقسيمه إلى خمس نشاطات أساسية هناك النشاط الصناعي والمرتبط أساسا بصناعة السيارات الميناء يصدر حتى الآن حوالي 350 ألف سيارة يمكن أن يصل إلى مليون سيارة الميناء أيضا هو ميناء تجاري بمعنى أنه عبر هذا الميناء تتم عملية الصادرات بجميع أنواع السلع مع جميع القارات ثم إنه ميناء سياحي لأنه يستقبل 3 ملايين مهاجر وسائح وزائر ربما قد تتضعف هذه الأرقام ثم أخيرا هو ميناء يمكن قول أنه ميناء نفطي وميناء للتخزين الطاقة بالتالي أنه هذا الميناء يزود السوق المغربية بالطاقة وأيضا يساعد ويزود البواخر العالمية التي تمر من المحيط الأطلس إلى البحر المتوسط إلى الخليج أو العكس التي تمر من قناة سويس إلى البحر المتوسط إلى أوروبا أو إلى أمريكا فبالتالي هذا الميناء هو ليس فقط ميناء بالمفهوم العادي هو مركب مينائي وبالتالي هو يسمى ميناء إعادة التوزيع أو إعادة الشحن لأنه يترس فيه البواخر الكبرى العابرة القرات ومن خلال هذا الميناء يتم متوزيع السلاع على مناطق أخرى داخل وقارج المغرب ما يمثل ذلك من فرصة لزيادة القدرة التنفسية للمغرب في قطاع القطاع الملاحي وأيضا وما يضيفه للاقتصاد المغربي طبعا عندما نرى ما تم تحقيقه في العشر سنوات الماضية نجد أن ميناء طنجة الأول حتى بقدرة ثلاث ملايين حاوية استطاع أن يطور عدد من القطاعات من بينها قطاع صناعة السيارات ومن بينها قطاع صناعة الطائرات وأيضا قطاع الصناعة الغدائية وقطاع الملابس هذا كان في مرحلة فقط كانت الحجم هو ثلاث ملايين أو حتى نقول ثلاثة وثلاثين مليار دولار اليوم يتوقع أن تتضاعف هذه النسبة ثلاث مرات وبالتالي هناك رهان على أن تزيد التجارة المغربية على الأقل عشرين بالمئة خلال الخمس سنوات الماضية بما سيعالج جزءا من حجم الميزان التجاري وبما يساعد أن التوسع المغربي خارج خاصة في الأسواق القريبة الأوروبية والأفريقية وأيضا الميناء من شأنه أن يساعد على جلب الاستثمارات هناك اليوم أكثر من ألف شركة تعمل حول الميناء وهناك توقع أن تزيد حزم وعدد هذه الشركات بما طبعا يضفي على المغرب مكانت أنه دولة جالبة للاستثمارات في منطقة الشمال الأفريقية على الأقل شكرك جزيلة شكرا المحلل الأقصدي محمد الشرقي كنت معنا عبر شاشة الغد من الرباط إذن لازلنا متواصلين معكم في جولتنا في السوق نقدمها لكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيها العقبة تستعرض الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة ألا بكم من جديد بتنظيم من منتذى العقبة الإعلامي اختتمت فعليات ملتقى العقبة بعنوان تكاملية قطاعات النقل والسياحة والتجارة واللوجستيات في مدينة العقبة جنوب الأردن بالتوازي مع الملتقى تم البدء بعمليات التشغيل للمرحلة الأولى من مدينة المثلث الذهبي اللوجستي نحو عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة العقبة جنوب الأردن في مختلف القطاعات السياحية والفندقية والعقارية والخدمات اللوجستية اختتمت في المدينة أعمال ملتقى الفضائيات والإذاعات ووكالات الأنباء العالمية الخامس الذي نظمه منتدى العقبة الإعلامي بمشاركة أردنية وعربية واسعة نستمع اليوم إلى إيجازات وشرحات وافية حول واقع الاستثمار في المنطقة وأين تتوجه هذه المنطقة ضمن مخططها الشمولي الكامل الذي وضع لها قبل 18 عام واليوم يهدف هذا الملتقى إلى وضع العقبة في دائرة الضوء كمنظومة اقتصادية متكاملة وتسعى المؤسسات المعنية ومن خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص إلى تسويق العقبة التي تستقطب المشروعات الكبيرة والمتوسطة وقد أعلن الصندوق الأردني للريادة جاهزيته لتمويل هذه المشاريع مباشرة أو إنشاء صندوق متخصص للعقبة بالشراكة مع شركة تطوير العقبة لدعم أو إنشاء المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة العقبة هدف الأصلي من إنشاءها أن تكون مقصد سياحي واستثماري عالمي السياحة جزء مهم في العقبة تطور المنتج السياحي ودعم السياحة منذ تأسيسها حتى اليوم نشهد ثورة في هذا المجال من 400 أو 500 غرفة فندقية عند إنشاء المنطقة إلى أكثر من 5000 غرفة فندقية الآن عدد السياح ارتفع من 400 ألف إلى ما يقرب المليون سائح الاستثمارات هي الليجستية بالعقبة هي رافع من روافد الاستثمار ورافع من روافد الاستثمار والتي توفر فرص عمل لأبناء هذا الوطن وأيضا لدفع عجلة التنمية المستدامة في المدينة هذا وقد أقيمت المشروعات السياحية والاقتصادية الكبرى على شواطئ مدينة العقبة من أجل استقطاب المستثمرين وتحقيق التكاملية في القطاع الاقتصادي وتسويق الفرص المتاحة لدعم مساهمة العقبة في الاقتصاد الأردني حيث تبلغ الاستثمارات في قطاعات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية في الوقت الحالي 10 مليارات دولار ويأتي ملتقى العقبة للفضائيات والإعلام لعرض ما تسخر به مدينة العقبة من كنوز سياحية وأثرية بينما يبقى الاقتصاد المحرك الأساسي للمنطقة الحرة الاقتصادية دام الكردي قناة الغد العقبة جنوب الأردن ومن العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا سيد شرحبي الماضي مفوضة السياحة والشؤون الاقتصادية بمنطقة العقبة مرحبا كمانا سيد شرحبي العبر الشاشة الغد واضح من عنوان الملتقة أنه هناك توجه نحو التصويق لمدينة العقبة كمركز مالي وتجاري متكامل أبرز ما تم طرحه والنقاش حوله في هذا المنتدى تفضل شكرا سيدي مساء الخير لكم جميعا من راحب فيكم في طبعا العقبة كنتم ضيوفا عليها ونحن الآن ضيوفا عليكم في مكاتبكم في عمان أهلا بك الهدف من الملتقة هو أولا الترويج والتسويق إلى مدينة العقبة كمقصد سياحي واستثماري مميز على شواطئ البحر الأحمر لما يحويه من ميزات تنافسية وميزات تفضيلية تؤهله لأن ينافس في المنطقة بشكل كبير في عدة قطاعات أهمها القطاع السياحي الذي يمثل تقريبا 50% من مجمل الاستثمار بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى طبعا هذا الملتقة الهدف منه هو التعريف القطاع الإعلامي بما هي المنطقة الخاصة وطبعا بخصائصها والتي أهم حاجة فيها أنها تقدم حوافز مميزة إلى المستثمرين تعتبر من الأفضل في المنطقة العربية ومن أفضل عشر مناطق خاصة حول العالم الرسالة كنا نحom نوصلها إلى التطور التي وصلت إلى مدينة العقبة من ناحية الخدمات السياحية والخدمات اللوجستية إدارة الموانئ المناطق الصناعية البناء التحتية في مدينة العقبة التطور الذي شهدته المدينة بالإضافة إلى التوسع العمراني والسكني التي الآن تشهدها المنطقة العقبة والذي يمتد إلى خارج المنطقة الخاصة ليصل إلى مدينة أليغويرا ومن ثم إلى مشارف منطقة وادي عربة حيث تم إضافة ما يزيد عن 87 كيلو متر مربع إلى المنطقة الخاصة حتى تكون موئلا للصناعات الخفيفة والصناعات التكنولوجيا بنفس الوقت هي مناطق راح تكون جاذبة للاستثمار وخالقة لفرص العمل تدعم المجتمعات المحلية وتساهم في تنميته وتطويره طيب مع البدء بعمليات التشغيل للمرحلة الأولى من مدينة المثلث الذهبي الليجستية في العقبة أيضا سيد شرحبيل أي إضافة أو أي قيمة من هذه المدينة وهذا الملتقى وما روج خلاله من فرص استثمارية تضاف للاقتصاد الأردني يعني مدينة المثلث الذهبي هي كشقيقاتها في منطقة العقبة الصادية الخاصة تسعى إلى أن تكون العقبة حاضنة للاستثمارات وأن تكون مركزا لتصدير السلع وتخزينها من مدينة العقبة إلى المنطقة العربية وشمال إفريقيا بنفس الوقت الملتقى ركز بشكل كبير على تطور القطاع السياحي والقطاع اللوجستي وقطاع الموانئ وأعطى صورة واضحة عن ما وصلت إلى العقبة من بنى تحتية جاهزة لأن ترتقي بأي مستثمر وأن تعظم من إنجازاته ومن استثماراته مدينة المثلث الذهبي برضو راح يكون لها علاقة قوية في أن تكون موئلا للصناعات وموئلا لتخزين المواد التي تصدر إلى مناطق الخليج العربي والسعودية وهي إن شاء الله كأخواتها ستكون حاضنة مميزة في هذا المجال شكرا لك سيد شرحبيل مواضي مفوضة السياحة والشهون الاقتصادية بمنطقة العقبة كنت من عبر شاشة الغد من عمان يا مشاهدين تنتهي جولتنا في السوق لهذا اليوم قدمناها لكم من قناة الغد في القاهرة واتبعتكم وزير الطاقة السعودية والعراقية توقعا تمديد اتفاق إنتاج النفط تسعة أشهر إضافية الصين تقلص عدد القطاعات الخاضعة لقيود الاستثمار الأجنبي شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة